أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء النهاردة بنتكلم على مادة الإحصاء مادة الإحصاء كنا قلنا عبارة عن خمس أبواب أول باب يتكلم على الاحتمال وشرحناه وبعدين الباب التاني كان يتكلم على التوزيعات أو المتغيرات العشوائية وكان عندي متغير متصل ومتغير منفصل وبعد كده اتكلمنا على التوزيع الطبيعي وبعدين هنستكمل بعد كده الارتباط والانحضار لكن حلقات الإحصاء دي هتتحدث تاني برضو هتحاول تتابع معنا احنا بنغطي كل الأفكار اللي بتيجي في الامتحانات طبعا انت كده برضو تقبض منط الإحصاء بتقبخارج من الامتحان ضمن الدرجة النهائية مؤمن نفسك لأن طبعا ماش عايزين نقول ايه بخارج متردد في الإحصاء طبعا هنا بالنسبة للإحصاء يعني من أسهل المواد لأنها كلها حاجات انت متوقع أغلبها في الأسئلة مفيش أسئلة جديدة مفيش فيها صعوبة مفيش فيها أي مجهود يعني بيتعبك النهاردة برضو الأستاذ محمد هيتكلمنا على ايه الارتباط عندنا نوعين من الارتباط فيه الارتباط اللي هو معامل ارتباط بيرسون ومعامل ارتباط سبيرمان طبعا معامل ارتباط بيرسون مضمون وسبيرمان برضو ارتباط سهلي جدا بيقارن بين الرتب رتب المتغيرات طبعا الاتنين أسهل من بعض كله بيعتمد منك على الألة الحزبة وطبعا الانتحان في حد ذاته طبعا بنعرف ان فيه سؤال إجباري عليه تسع درجات بيبقى كله اكمل أو اختيار من المتعدد وعندك تلات أسئلة بتجاوب منهم سؤالين كل سؤال بتمن درجات يبقى واضح دوله الـ 25$ درجة بتوع الأحصى مهمة جدا نرحب أستاذ محمد زيادة ونقول له اهلا بيك أستاذ محمد وهو هيبسط لنا المنهج تماما واحنا ماشين معا كده ونشوف ونشوف إيه اللي هيعرض لنا أستاذ محمد خدر أستاذ محمد اهلا بيك أستاذ مهار اهلا بيكو عزياء الطالبة والطالبات ورجعنا لكو تاني في الباب الرابع في الأحصى اسمه باب الارتباط هو التلات أبواب الأولانيين برضو اللي مش عارفين الرابع والخامس يعني الباب الرابع والخامس دول من اسر الابواب عندنا اه وما لهمش دعوة بالتلات ابواب الاولانيين فبيبقوا اه الاسئلة بتاعتهم مضمونة في الامتحان ان شاء الله اركزوا معانا واكتبوا كل حاجة احنا بنقولها الموضوع بسيط قوي يعني ان شاء الله كده بس برضو نرجع ونقول القاح صدير ياضة يعني مش عاوزة استيطار لازم لازم تكون مهتم بيها مش عشان هي ما بتضفش المجموع يبقى نهملها لا اه باب الارتباط هو عادة بيديني متغيرين متغير سين ومتغير صد يعني ايه متغير الاول يعني قيم بتتغير يعني السين مسلا كانت تلاتة بقت خمسة بقت اتناشر وبالتالي الساد برضو بتتغير تسعة ممكن تقل لتمانية سبعة هو بيقول لي ادرس لي مدى ارتباط سين مع صد مدى الارتباط يعني هل هم بمرتبطين مع بعض مرتبطين جامد ولا مرتبطين نص نص يعني يعني ايه مرتبطين يعني هل لما السين تزيد الا ايه الصد تزيد هل لما السين تقل الا ايه الصد تقل لو لو السين زادت وبالتالي الصدق القيمة بتاعتها زادت ده بيتقال عليه اسمه ارتباط طردي او برضو لو سين تقل وصد تقل يبقى اسم ارتباط طردي يعني الاتنين بيتغيروا زي بعض لكن لو واحدة تزيد والتانية تقل يبقى في الحالة دي بقول إعليه اسمه ارتباط عكسي عشان ندرس الارتباط مع سين وصاد دول عن طريق حاجة اسمها معامل الارتباط معامل الارتباط يا أولاد دايما برمز دي بالرمز ره قول تاني معايا كده معامل الارتباط في عندي طريقتين لحساب معامل الارتباط في الباب الرابع طريقة الواحد اسمه بيرسون وطريقة الواحد اسمه اسبرمن إزاي يعني المسألة بس عشان مش عاوز أدخلك في متاهات ونجيب الخلاصة بتاع الموضوع المسألة بتجيلي زي ما أنا شايف قدامي كده على الشاشة المسألة بتجيلي كده جدوى هنا متغيرينهم متغير سين ومتغير صاد السين كانت أربعة بعد شو بقت خمسة بعد ستة بتتغير والصاد برضو بتتغير عاوز يشوف هل هم مرتبطين ببعض ولا لا عن طريق حاجة اسمها معامل الارتباط معامل الارتباط ده يا أولاد زي ما اتفقنا رمزه ره ره اهو يبقى معامل الارتباط رمزه اتفقنا ره وقبل ما نبدأ كده الريه لازم تكون قيمتها محصورة ما بين سلب واحد وواحد يعني ره تنتمي للفترة ما بين سلب واحد بلاش الفترة عشان الناس اللي نسي شغل الرياضة خلينا نقول كلام تبسط اكتر من اللازم ره قيمتها لازم تكون محصورة ما بين سلب واحد وواحد يعني ممكن الريه تبقى كسر نص تلت تلتين سلب ربع سلب التلاتة على خمسة سلب لقم عشري يعني ممكن الريه تطلع بالموجب وممكن تطلع بالسالب لو ره كانت موجبة لو ره كانت موجبة قالك في الحالة دي اقول ان الارتباط طردي وعرفنا يعني ايه طرد يعني الاتنين بتغيروا زي بعض لو ره كانت اشارتها سالبة اقول ان الارتباط عكسي يبقى تاني يا ولاد يبقى اللي انا بدرسه في الباب الرابع حاجة اسمها معامل الايه الارتباط انا هعرفكو دلوقتي ازاي بنجيب معامل الارتباط بطريقة بيرسون في عندي طريقتين بيرسون او سبيرمن هو لازم هيحددلي اول طريقة طريقة بيرسون ويقول لي وحدد نوعه تب اجيب ريه ازاي هعمل جدول فيه خمس خنات يبقى هو السؤال بيجيلي كده من الجدول الصغار ده هعمل جدول فيه خمس خنات اه كتبنا الجدول ماشي جدول فيه خمس خنات بالمنظر اللي قدامي ده هنا هكتب خمس خنات عهم زي ما قلنا هنا هكتب سين صاد اللي هو الجدول اللي مدهوني هو مديني سين اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر صاد مديني صاد اتنين خمسة اتناشر عشرة اربعتاشر تمنتاشر ستة اللي هو الجدول اللي مدهوني ياولاد الجدول الصغار اللي احنا قلنا على اللي انتم كتبتوه من شوية ده يعني بفض القيم دي في الجدول الكبير في العمود الاول والتاني العمود التالت بجيبه ازاي العمود التالت اهو سين تربيع هنا صاد تربيع هنا سين فصاد يبقى تاني بجيب ايه سين تربيع تعالى نملى بقى كده ربع السين بربع الاربع بستة عشر خمسة وعشرين ها ستة وتلاتين تسعة واربعين اربعة وستين واحد وتمانين مية ربع الصاد اربعة خمسة خمسة وعشرين اتناشر مية اربعة واربعين ها مية مية ستة وتسعين تمنتاشر تربيع تلتمية اربعة وعشرين. ستاشر تربيع متين ستة وخمسين. اضرب سين فساد. اربعة في اتنين بتمانية. خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. بص الموضوع سهل قوي. اتنين وسبعين. يعني بضرب. بضرب القيم سبعة في عشرة بسبعين. تمانية في اربعتاشر بمية واثناشر. اه? تسعة في تمنتاشر. مية اتنين وستين. عشرة في ستاشر بمية وستين. يعني الموضوع بص ابسط من كده مفيشها. طبعا الناس اللي ناسية موضوع الضرب وكده اكيد هتستخدم الالة. ماشي. بعد كده بجمع دول بالالة. اربعة زائد خمسة زائد ستة زائد سبعة. بجمع العمود الاولاني. هيطلع الناتج هنا تسعة واربعين. اجمع العمود التاني سبعة وسبعين. اجمع القيم دي كلها بالالة. يطلع تلتمية واحد وسبعين. هنا الف تسعة واربعين. هنا ستمية وتسعة. جميل. يبقى بعمل الجدول الكبير ده اولاد. هو بعد ما بيديني الجدول الصغير. انا بعمل الجدول الكبير زي ما اتفقنا. وطلع الارقام اللي تحت دي. الرقم ده بقول عليه اسمه مجسين. مج. اختصار كلمة مجموعة. مجسين. الرقم ده بقول مجسات. الرقم ده مجسين تربيع. مجسات تربيع. مجسين فساد. يبقى الجدول الكبير. بعمله عشان اطلع الارقام دي. مجسين ومجسات ومجسين تربيع. عشان بعد كده بستخدم هزي القيم في التعويض في جدول. اه بعد ما بعوض من الجدول ده بستخدمه كده بص القانون قانون بيرسون. بيقول ايه? عشان اجيب معامل الارتباط بص. بطبق القانون ده هقول له ريه بتساوي. عند القيم ايه? اهو. ريه بتساوي. معامل الارتباط بتاع بيرسون. بعمل شرط تكسل كبيرة كده شوية. اهو. هو القانون شكله كبير بس سهل حفظه يعني. نون مجسين صد. ناقص مجسين. مجسات. على جزر. نون مجسين تربيع. ناقص مجسين الكل تربيع. في جزر تاني. اه? نون مجسات تربيع. ناقص مجسات الكل تربيع. ده قانون بيرسون. ده قانون مين? بيرسون. تعويض مباشر يا ولاد ما انا جبت عندي مجسين صد ومجسين ومجسات. كل القيم اللي انا جبتها من الجدول دي. ايه نون دي? نون اللي هي عدد القيم. اللي مديني في المسألة. يعني بص هنا مديني في المسألة. آآ الجدول السؤال اللي قدامك حد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. يبقى نون هنا بتساوي كم? سبعة. يبقى نون بتساوي سبعة. اللي هي بقول عليها اسمها عدد القيم. وانعود تعويض مباشر. يعني هقوله ريه? بتساوي. مم? كل القيم انت عندك موجودة جاهزة. وتعويض مباشر في القانون واستخدم الالة. النون سبعة. في مجسين في صاد اللي هو الرقم الاخير ده. ستمية وتسعة. اه? ناقص مجسين تسعة واربعين. مجسات سبعة وسبعين. دي مجسين ودي مجسات. موضوع بسيط يا ولاد او يا. في عندي جزرين. جزر للسنات وجزر للصادات. يبقى جزر. نون سبعة. مجسين تربيع تلتمية واحد وسبعين. ناقص مجسين كل تربيع اللي هو الرقم ده. تسعة واربعين الكل تربيع. في الجزر التاني. الجزر التاني بتاع الصادات نون برضو سبعة. في مجسات تربيع اللي هو الف تسعة واربعين. ناقص مجسات الكل تربيع سبعة وسبعين الكل. بس الموضوع ابسط مما تتخيل. واجب دي باستخدام الالة. تقريبا هيطلع بيساوي تلاتة وتسعين من مية. ده اللي هو معامل ارتباط بيرسون. طبعا اشارته طلعت موجبة. يبقى في الحالة دي بقوله الارتباط نوعه ايه? تردي. ازا الارتباط اه? تردي. لان هو في المسألة ايه اللي ايه? احسب معامل الارتباط لبيرسون وحدد نوعه. نوعه اتفقنا بنعرف ازاي النوع من اشارة ره. ره لو طلعت بالموجب يبقى قول الارتباط تردي. لو ره طلعت سالبة يبقى الارتباط عكسي. لو ره طلعت بصفر يبقى الارتباط منعدم. مفيش ارتباط اصلا. اهو. يبقى ده اول شكل عندي. ده اللي هو مين? بيرسون. بيرسون بيدينا جدول زي ما قولنا تاني اهو. بيديني جدول ويقول لي احسب معامل الارتباط الخطي لبيرسون. هنعمل ايه يا ولاد? زي ما اتفقنا. بنعمل جدول كبير. اهو. من الجدول الصغر ده هعمل الجدول كبير. في خمس خانات. قولوا معي عشان الموضوع ده ايه? يسبت في طماغنا. قولهم هه? سين. صاد. سين تربيع. سات تربيع. سين فصاد. باملق جدول بسيط اول موضوع. سهل جدا. بطلع الارقام اللي تحت دي. وبعد ما اجيب الارقام دي بعوض في قانون بيرسون. اللي هو ايه قانون بيرسون تاني? اهو. ره بتساوي. نون مجسين صاد. ناقص مجسين. مجساد. على جزر نون مجسين تربيع. ناقص مجسين الكل تربيع. في فرق بين دي وما بين دي. اهو. مجسين تربيع غير مجسين الكل تربيع. مجسين تربيع ده العمود التالت ده مربع الاول بص على الجدوى التاني اهو مجسين الكل تربيع انا بربع ده اللي هو مجسين اه الكل تربيع اللي هو تسعة واربعين الكل تربيع لكن مجسين تربيع اللي هو العمود التالت ده اهو اللي هو تلتمية واحد وايه وسبعين وتعويض مباشر جبنا ره اللي هو معامل ايه? الا ارتباط. طبعا دي لما تكون بسيطة قوي. في ابسط منها كمان. ايه بقى? لو اداني القيم دي جاهزة. يعني لو جات المسألة كده وقالك مجسين تسعة واربعين. مجسات سبعة وسبعين. مجسين تربيع. مجسات تربيع. مجسين سات ستمة وتسعة. ويقول لك كمان نون بتسوي سبعة. الله عليك. شكرا. يبقى. يقول لك اوجد معامل ارتباط بيرسون يبقى ده تعويض مباشر في القانون. يعني لا بعمل جدول ولا انا بعمل الجدول الكبير ده. عشان اجيب القيم دي. طب هو قريضي مدها لك جاهزة. يبقى خلاص شكرا. تعويض مباشر في الايه? في القانون. دي اول حاجة عندنا في الباب الرابع. اوسط من كده مفيش. صح? بس برضو ما نستهترش. عاوزة ورق او قلم. وتعود ايدك. ازاي تحل. بص مرة الاولى بتلاقي بتاخد وقت ان انت تملك جدول ده في وقت معين. المرة التانية لو حلت مسألة تاني. بنفس الطريقة الوقت بيقل. بيقل وهكزك اكتر من مرة. فده اول شكل عندي اللي هو طريقة بيرسون. عشان اجيب ايه? معامل ايه? ها? الارتباط. اللي رمزه ايه? ريه يا ولاد. ساعات يبقى موجب ساعات يبقى سالب. ريه لو موجب يبقى الارتباط النوع طردي. ريه دي لو سالبة اقول ان الارتباط عكسي. الطريقة التانية لطريقة اسمها طريقة حد اسمه بيرسون. شفناها طريقة التانية حد تاني اسمه سبيرمن. بيقل لي من بيانات الجدول الاتي. اهو. احسب معامل ارتباط الرتب لسبيرمن. الطريقة دي بيتقال عليها اسمها طريقة الرتب. طريقة الرتب. نفس الكلام. بيديني متغيرين سينوساد. ها? ويقل لي ايه وجد معامل ارتباط الرتب لسبيرمن. احنا هناك هناك كنا بنعمل ايه بيرسون يا ولاد. افكركم تاني. جدول في خمس خنات. اللي هما ايه تاني قولهم. ها? سين. ساد. سين تربيع. سات تربيع. سين فساد. هنا بقى في سبيرمن هنعمل جدول في ست خنات. اه. ست خنات. بالمنظر اللي قدامي ده. يعني هو بيقول لي. اداني الجدول زي ما احنا شوفنا. وهمليكوا تاني كده. اللي بيقول لي احسب معامل ارتباط الرتب لسبيرمن. سبيرمن. هنا السين. سبعة. سبعة. تمانية. تلاتة. سبعة. حداشر. ها? ياريت نكتب مع بعض. ساد. تمانية. اربعة. اتناشر. اتنين. عشرة. حداشر. طريقة سبيرمن بقى اللي بقول عليها اسمها طريقة الرتب. هنعمل جدول فيه ست خنات. غير بيرسون. بيرسون اتفقنا. عملنا خمسة. هنا هنعمل ستة. ايه هما? ها? سين. صاد. رتب. سين. رتب. صاد. فيه. وفيه تربية. نقول تاني. اهو. هنعمل ايه اولاد? ست خنات. اللي هما سين. صاد. رتب سين. رتب صاد. فيه. وفيه تربية. ايه رتب سين ورتب صاد دي? تعالى. نملى الاول القيم يلا. اللي انتو كتبتوها معايا. السين اللي هي سبعة. ها? سبعة. تمانية. تلاتة. سبعة. حداشر. الصاد. تمانية. اربعة. اتناشر. اتنين. عشرة. حداشر. ايه رتب سين دي? الترتيب بتاع سين. رتبها. رتبها من الصغير الكبير او من الكبير. اللي الصغير مش هتفرق. تعالى اتعود كده اعملها من الصغير كده للكبير. اصغر حاجة ايه عندي? في القيم بتاعت سين? تلاتة. تلاتة دي يبقى دير رتبتها واحد. الترتيب بتاعها واحد. ها? بعد التلاتة. السبعة. احنا بنرتب القيم سين. سبعة بس. لقيت السبعة متكررة. ها? يبقى اخر حاجة التلاتة دي كان رتبتها واحد. هاعتبر السبعة دي رتبتها اتنين. دي تلاتة. دي اربعة. يعني القيم لما بتتكرر بديها الرتب كأنها ارقام مختلفة خلص. يبقى التلاتة كانت رتبتها واحد. السبعة اتنين. السبعة اللي بعدها تلاتة اربعة. وهم جاي بالمتوسط بتاع الرتب. يعني اجمع الرتب دي واقسم على عددهم. تلاتة زائد اربعة زائد اتنين. ها? يطلع النتج بيسوي كام? تسعة. على تلاتة يبقى تلاتة. دي تلاتة. دي تلاتة. دي تلاتة. تاني يا ولاد. تاني. نركز مع بعض والنبي. ها? اصغر حاجة في السينات تلاتة. قلنا رتبتها واحد. طبعا تلاتة مش متكررة. ها? يبقى لمحت انها مش متكررة. اخدت الرتبة الاولى. واحد. السبعة لقيتها متكررة. يبقى يلا تاخد عليها الدور. اللي عليها الدور اتنين. السبعة اللي بعدها تلاتة. اربعة. يعني كاني بتعمل مع الارقام المتكررة كأنها ارقام مختلفة. اتنين تلاتة اربعة واقوم جاب المتوسط. اجمع. متوسط الرتب. تلاتة واربعة واتنين على تلاتة يطلع تسعة تلاتة. يبقى كل واحدة اخدت الرتبة تلاتة. اخر حاجة في السبعة اربعة. يبقى التمانية اللي مش متكررة. خمسة. الحداشر. ستة. الموضوع بسيط. بس اعاوي ستركيز. نقول تاني. رتب صوي. اه? يلا. مين? اصغر حاجة ايه? صح? صح؟ برافو عليك اربعة. اربعة. ولا في اصغر من الاربعة? اتنين? صح? جميل? ركز معي شوية. الاتنين مش متكررة يبقى رتبتها واحد. الاربعة مش متكررة يبقى رتبتها اتنين. اه? بعد الاربعة ايه? تمانية. برضو مش متكررة يبقى رتبتها تلاتة بعد التمانية عشرة يبقى اربعة حداشر خمسة اتناشر ستة الموضوع بسيت يا ولادة تالت خطوة بجيب فيه ايه فيه دي فرق الرتب اطرح رتب سين نقص رتب صاد تلاتة نقص تلاتة صفر تلاتة نقص اتنين واحد خمسة سلب واحد صفر سلب واحد واحد يبقى بطرح رتب سين نقص رتب صاد رتب سين نقص رتب صاد فيه دي لازم تطلع بصفر يا ولاد بص لما اجمعهم دي بالترمع دي ودي بالترمع دي يطلع النادج بصفر ربع الفيه دي بصفر ربع الواحد ربع دي واحد ربع صفر او واحد اجمع دول يطلع اربعة الرقم ده بقول عليه اسمه مج فيه تربيع يبقى انا بعمل الجدول ده كله عشان اطلع هزي القيمة اللي هي مج فيه تربيع وطبق في قانون اسبيرمان بقى هنا مختلف عن اللي فات الرقم بتساوي واحد ناقص ستة مج فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد تاني يا ولاد مياش يا استس محمد ايا من الشرقية عايزة تستمر معنا ايو ايا ايا اولو يا ايا هلو ايو ايا اخبارك اي ايا انت معانا متابعانا لا انا عايز اعرف بطي 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 than من صوتك اوضح يا ايا مستمعين الصوت عايز اعرف الصوت انتزمت لا تبركز معايا انا وممكن تكلمينها تاني لو سمحت الصوت مش باين قوي خالص احنا جبنا مجي فيه تربيع اللي هو طلع بيسور باعة وقوم طبق في قانون اسبارمان باعة هنا بص القانون مختلف عن التاني ولا نسيته التاني اللي هو بتاع نون مجيسين صاد خلينا هنا دل اول ريه بتسوي واحد ناقص ستة مجي فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد يعني هقوله اذا الريه بتسوي واحد ناقص عوض بقى كده ستة مجي فيه تربيع اللي هو الرقم اربعة على نون عدد القيم اتنين اربعة ستة يبقى ستة نون تربيع ستة وتلاتين ناقص واحد وجيب دي بالقالة هيطلع عندي تسعة وتمانين من مية ها ها هتقلل الارتباط نوع ايبقى طرد اذا الارتباط طرد هو قال لي في المسألة اوجد معامل الارتباط واحدد نوعه برضو نفس الكلام بعد ما بجيب ريه بتريقة اسبرمن هشوف تطلع موجب ولا سالب موجب يبقى اقوله الارتباط طرد لو الناتج كان سالب اقوله الارتباط عكسي يبقى دي طريقة بيرسون ودي طريقة اسبرمن طريقة بيرسون قلنا خمس خنات نفرق بقى جب حوزين نركز مع بعض ونبي بيرسون خمس خنات اللي هما ايه سين ساد سين تربيع ساد تربيع سين فساد قول معايا ما تتكسفش وانت قاعد قدام الشاشة اقول عشان تنسبت الكلام ده في دماغك مش عيب هناك في بيرسون بتطبق قانون بيرسون اللي هو قانونه ايه عفزناه نون مجسين ساد ناقص مجسين مجسات على جزر نون مجسين تربيع ناقص مجسين الكل تربيع في جزر نون مجسات تربيع ناقص مجسات الكل تربيع وانا عارف انت هتحفظوه بالتكرار لانه كمان احنا لازم نستخدم لازم حفز القانون ده لانه هنستخدمه في الانحضار اللي هو الباب الخامس ان شاء الله ده بيرسون سبيرمن بنعمل كام خانة ستة اه ايه ست خانات قولهم سين ساد رتب سين رتب ساد فيه وفيه تربيع بعمل الجدول بتاع اسبيرمن ده كله عشان اطلع الرقم بتاع مجسات تربيع اطبق في قانون اسبيرمن اللي هو بيقول ايه واحد ناقص ستة مجسات تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد اه قول قول واحد ناقص ستة مجسات تربيع على نون في نون تربيع ناقص ايه ناقص واحد عشان كده طريقت اسبيرمن ده بيتقال عليها اسمها طريقت الرتب لان انا بستدل القيم اللي بيدهاني برتب بأرقام تانية خالص ده كمان لو جاب لي قيم كبيرة 1000-2000-1500 سين وصاب فببدلها بقيم أصغر اللي هي الرتب عشان كده ساعات بتبقى طريقة الرتب دي أسهل في الحل بالنسبة لنا هو لازم بيحددلي في الانتحان هستخدم طريقة بيرسون ولا طريقة الرتب ممكن نقول الطريقة المختصرة الاسبيرمان ولا لي بيرسون لي بيرسون طيب حاضر حيلا بس ناخد فكرة كمان على اسبيرمان عشان حتى ما يطلخبطوش عشان بس العايز يحل بسرعة بيعرف الطريقة التانية مثال تاني خلينا الاول كده في اسبيرمان بيقول لي من بيانات الجدوى للأتي سين صاد هنا قيم سين اكتب معايا يلا 15 25 35 35 خمسة وتلاتين خمسة وعشرين خمستاشر صاد ستة ستة تسعة تمانية ها سبعة تمانية خمسة جميل عاوز معامل ارتباط الرتب لسبيرمان وكمان حدد نوعه ماشي قلنا بنعمل ايه سبيرمان ست خنات ولا خمسة صح ستة ها ست خنات هناك في بيرسون كنا اللي بنعمل كام خمسة ادي ست خناتهم الجدوى الجاهز اهو منجهز لكم كل حاجة اهو فاضل بس ان انتوا ايه تركزوا معنا هنا بنكتب ايه ملوني بقى كده سين صاد ها لا سين تربيع ايه عم مش سين تربيع ولا صاد تربيع ده هناك في بيرسون هنا سين صاد رتب سين صح يا مستر ماهر قول صح فيه 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 تربيع باشا يا مستر ماهر ها نعمل الجدوى بقى قولنا القيم ايه سين خمستاشر خمسة وعشرين خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين خمسة وعشرين خمستاشر رتب ساد اكتب ساد الاول ستة تسعة تمانية سبعة تمانية خمسة يلا ملوني تعالى بقى اصغر حاجة في السينات ايه اه خمستاشر متكررة يبقى هاعتبر دي واحد ودي اتنين هدي دي الرتبة الاولى ودي الرتبة التانية طالما متكررة واجب المتوسط اجمع واحد واثنين تلاتة على اتنين يبقى واحد ونص هنا واحد ونص هنا واحد ونص بعد الخمستاشر اللي هي رتبتها اتنين في خمسة وعشرين متكررة برضو يبقى دي تلاتة ودي اربعة اجمع وقسم على اتنين سبعة على اتنين تلاتة ونص تلاتة ونص اخر حاجة خمسة وعشرين يارد بيتها اربعة خمسة وثلاثين متكررة يبقى خمسة ستة سبعة اه اجيب روتا بدول اجيب المتوسط بتاعهم اجمعهم واقسم على تلاتة خمسة وستة وتمانية على تلاتة يبقى ستة 18 على تلاتة ستة 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 يا رب تكونوا مركزين يا رب ما نغلط تعال نجيب روتا بساط روتا بساط نفس الكلام اصغر حاجة خمسة مش متكررة يبقى واحد بعد الخمسة ايه قول بعد الخمسة ستة متكررة دي اتنين دي تلاتة حيث الرتب المتوسط بتاعهم اجمع دول خمسة على الاتنين يبقى تنين ونص اخر حاجة ستة كانت تلاتة سبعة مش متكررة يبقى اربعة تمانية متكررة يبقى خمسة وستة اجمع خمسة زائد ستة على الاتنين يبقى خمسة ونص خمسة ونص اخر حاجة ستة يبقى التسعة دي كام رتبتها سحبا بس جبت روتا بسين جبت روتا بساط اللي هيبانلك ان انت مغلطش انت لما تجيب فيه لازم فيه دي تطلع في الاخر بصفر بجيب فيه ازاي بطرح روتا بسين الاول ناقصات اطرح دي ناقص دي سالب واحد اطرح دي ناقص دي واحد اطرح ستة ناقص سابعة سالب واحد اطرح دي خن سامن عشرة اطرح اتنين اطرح سالب اتنين اطرح نص اجمع دول يطلع بيساوي كام صفر يبقى انا كده حل صح ربع الفيه ربع دي واحد ربع دي واحد ربع دي واحد ربع دي بالقالة خمسة وعشرين من مية ربع دي اربعة اربعة خمسة وعشرين من مية اجمع العمود بتاع فيه تربيع يطلع حداشر ونص يبقى انا بعمل الجدول ده كله عشان اطلع الرقم ما تجي فيه تربيع وطبق في قانون سبيرمن يارب تكونوا حفظتوا ها قول بس ما تبصش لللي انت كتبته ريه بتسوي ايه واحد ناقص ستة مجي فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد يعني الكلام دي يساوي ريه تساوي واحد ناقص ها ستة الواحد والستة ستة في القانون ستة مجي فيه تربيع حداشر ونص على نون اعد كده معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة نون اللي هي عدد القيم سبعة ها فيه نون تربيع سبعة تربيع بتسعة واربعين ناقص واجيب دي بالقالة يطلع الناتج تسعة وسبعين من مية بص لو لمحتم انا قلت لكم في بداية الحلقة ان ريه دي ما ينفعش قيمتها تعدل واحد ولا تكون اقل من سلب واحد يعني الريه قيمتها كسر محصور ما بين سلب واحد وواحد هنا تسعة وسبعين من مية يعني ما ينفعش تكون جاي يعني لو فرضنا في مسألة طلعت القيمة بتاعت ريه اكبر من واحد يبقى اكيد عندك حاجة غلط في الجامعة في التعويض يبقى تعمل حسابك ان انت تعيد المسألة تاني وتركز في الارقام لازم القيمة تطلع زي ما انا قلت لك كده محصورة ما بين سلب واحد وايه طبعا الريه طلعت موجبة يبقى من هنا اقول له اذا الارتباط طردي عشان الريه بالموجبة جميل بسيط ده اللي هو طريقة سبيرمان بيرسون خمس خنات سبيرمان ست خنات بيرسون خمس خنات بسبيرمان ست خنات بيرسون سين ساد سين تربيع سين في ساد سبيرمان ستة اللي هم ايه قول سين ساد ها رتب سين رتب ساد فيه وفيه تربية سبيرمان ساعات تجيلي المسألة فيها لفظية الفاظ يعني القيم المتغيرات ما بين سين وصاد بتيجي الفاظ تقديرات وتقديرات اه حتى عشان كده يتقال عليها الطريقة الوصفية بتوصف ازاي زي دي زي المسألة قدامنا في دراسة عن مدى العلاقة بين مستوى الطلاب في مادتي ها في مادتي الاحصى والرياضيات بيقولك اه وجد ان تقديرات ستة طلاب في المادتين كانت كالتالي في تقدير الاحصى مقبول جايد جدا اكتب ها ممتاز جايد جدا مقبول مقبول تقدير الرياضيات جايد 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 ممتاز جايد ضعيف احسب معامل ارتباط الرتب لسبيرما يعني بالبلد كده ياولاد هل في علاقة ما بين الاحصى ورياضة اكتب طبعا يعني دي الرياضة ودي الرياضة فهو عاوزين يشوفهم هل اللي بيبقى شاطر في الاحصى بيبقى شاطر في الرياضة ولا العكس ممكن تكون انت شاطر في الرياضة وخايف في الاحصى او كده يعني فهو معنى للسؤال كده احسب معامل ارتباط الرتب لسبيرما بالتقديرات دي يعني شوف ايه العلاقة ما بين اه او الارتباط ما بين اه تقديرك في الاحصى وتقديرك في الرياضة جبنا ست اولاد وعملنا لهم امتحانين امتحان في الرياضة وفي الاحصى الاولان كان مقبول في الاحصى وجايد في الرياضة التاني جايد جدا في الاحصى جايد في الرياضة هاوزين نشوف اه الالفاظ دي بقى التقديرات دي هاوزين نحولها الارقام الارقام دي اللي بقول عليها اسمها ايه الرتب ها فاعمل ايه اقوم جايب جدول اسبرمن زي ما قولنا سين صاد رتب سين رتب صاد فيه وفيه تربيع ونكتب بقى السين دي طبعا قالولنا عليها ان هي ايه الاحصى ها وصاد دي اللي هي الرياضيات الولد الاولاني كان مقبول ها وجايد في الرياضة التاني جايد جدا في الاحصى وجايد في الرياضة ممتاز في الاحصى جايد جدا في الرياضة جايد جدا في الاحصى ممتاز في الرياضة مقبول جايد مقبول ضعيف ها عاوزين نحول بقى هزي الالفاظ لارقام ليه ارقام الرتب اصغر حاجة ايه في التقديرات صح مقبول انت اصغر حاجة اقل حاجة متكررة هاعتبر دي واحد دي اتنين دي تلاتة واجب المتوسط بتاعها زي الرتب تلاتة وتلاتة ستة على تلاتة يبقى تنين يبقى هنا تنين هنا تنين هنا تنين اخر حاجة في المقبول تلاتة الجايد جدا اربعة خمسة متكررة برضو اربعة وخمسة تسع على الاتنين ها خمسة ونص خمسة ونص اربعة ونص اربعة ونص اربعة ونص واربعة ونص ها اخر حاجة في الجايد جدا خمسة الممتاز يطلع ستة حلو قوي تعا نجيب رتب سات رتب سات اصغر حاجة في الصدات ضعيف ضعيف مش بالقررة يبقى رتبتها واحد بعد الضعيف اه الجايد الجايد بالقررة هنا تنين هنا تلاتة هنا اربعة اجمع وقسم على تلاتة يبقى تسعة تلاتة يبقى كل واحدة تلاتة دي تلاتة ودي تلاتة اخر حاجة في الجايد اربعة الجايد جدا خمسة الممتاز ستة اعيد تاني ياولاد لا برافا عليك كله قلق يبقى مركزين يبقى اتنين اطرح بقى رتب سين نقص رتب ساد اتنين نقص تلاتة يبقى سالب واحد اربعة ونص هنا قص تلاتة يبقى واحد ونص واحد اطرح يبقى سالب واحد ونص هنا سالب واحد هنا واحد لو جمعت دول هيطلع بيستوي صفر ربع الفه هنا بواحد هنا باتنين وربع هنا واحد اتنين وربع هنا واحد هنا واحد اجمع دول يطلع اربعة هنا اربعة واربعة يبقى تمانية ونص ده مج فيه تربيع مج فيه تربيع قلنا نعمل ايه بعد كده هتطبق قانون اسبرمن اللي هو ايه قولهم واحد ناقص ستة مج فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد يعني الري بتساوي واحد ناقص ستة في مج فيه تربيع تمانية ونص على نون اتنين اربعة ستة في ستة وتلاتين ناقص واجيب دي بالقالة يطلع عند الناتج تقريبا تطلع تسعة من عشرة يبقى هنا في الحالة دي اقوله اذا الارتباط قول صح طردي نوعه طردي طردي عشان الاشارة تلعب بالمج. يبقى اللي يبقى شاطر في الاحطة اكيد لازم يبقى شاطر في الرياضة والعكس صحيح عندنا. ده سريعا لما تلوكوا كل حاجة في الباب الرابع كلنا طريقتين طريقة البرسون وطريقة لسبيرمان ماشي الكلام قبل ما ندخل في الباب الخامس مستر مان عاوز يقول لكم حاجة تفضل باشا لا هو طبعا فيه طريقة تانية اسمها الطريقة المختصرة بعد بجيب مج سين بالنسبة لطريقة بيرسون انا بتكلم على بيرسون طبعا في بيرسون بجيب مج سين وبجيب مج صاد وبأسم مج سين على عدد المتغيرات اللي هي عندي اللي كانت مثلا في السؤال مثلا مرة سبعة مرة ستة بجيب حاجة اسمها المتوسط اللي هو بسميه سين شرطة بالنسبة لماج سين المتوسط سين شرطة بالنسبة لماج صاد المتوسط هو صاد شرطة بعد حاجة بجيب مج سين كبيرة مج سين كبيرة عبارة عن ايه مج سين نقص المتوسط اللي 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 اجبته اللي هو سين شرطة وهكذا وبعدين بجمع قيم مج سين الكبيرة وبنفس الطريقة بجيب مج ساد الكبيرة اللي هي طبعا بعمل ايه بقسم مجموع قيم صد على المتغير نفسه بتديني صد شرطة اللي هي المتوسط وبعدين هنا باجي في البرده هطرح صد نقصات شرطة بتديني مججة صد كبيرة لو جبت انا مججة سين كبيرة مجموعات العناصر دي ومجموعات مججة صد كبيرة هلاقي مجموعهم بيساوي ايه صفر نيجي بعد كده بضرب مججة سين كبيرة في مججة صد كبيرة بعد كده هبص لقي القانون بتاعه يختصر في الحل لان ما يعود في القانون الرئيسي بقى هيبقى ايه خلي بالك هنا معامل ارتباط person كنا بنقول نون مجسين صد نقص مجسين في مجسات على الجزر التربية لنون مجسين تربية نقص مجسين الكل تربية في الجزر التربية لنون مجسات تربية نقص مجسات الكل تربية هنا مختصر القانون هلاقي ان مجسين في مجسات بيروحوا مع بعض بدوني صفر وبالتالي القانون بتاعه هيبقى ايه مجسين صاد كبيرة على الجزر التربية لهنا نون طبعا هتروح في الحالتين على مجسين تربية في مجسين صاد تربية عما يجيب الجزر التربية بتاعهم فواضح دي اسمها الطريقة المختصرة لقانون سبير مال لكن هو في الامتحان بيسيب لك انت تختار الطريقة اللي تتريحك في الحال وساعات هو يوفر عليك مجهود ويديك القيم زي ما نستاذ محمد قال لنا بيديني مجسين مديني مجسين صاد مديني عدد المتغيرات اللي هو نون وبعدين بيديني حصل الضر واللي هاتلي معامل ارتباط بيرسون يبقى بالتالي مجرد اكون حافظ القانون لشان احالي بس هو يعني يعني مستر مائر هو هو لما بيديني المسألة انا كده كده بستخدم الالة فطريقة الطريقة المختصرة دي لو كانت ارقام كبيرة بتاع التبصات للدنيا او هو يحدد لي لكن هو محدد ليش قد ساعة الامتحانة يا سيد محمد بيجيب الطريقة المختصرة انا فاهم انا معاك انا لو حددت خانون يعني ساعة بيديني سين شرطة اه بيديني سين شرطة وبعدين يقول لي عايز اجيب مجلسين يبقى هضرب عدد المتغيرات في سين شرطة جميل يبقى ديني اللي هو مجلسين يعني برضو التلميذ يبقى ملمة بالاتنين لان هو طبعا ممتحن بيفتكر ان دي طريقة تبسيط للتلميذ نفسه لو عرفها التلميذ بدل ما يخش ايه يفاجأ بيها في الامتحان اكيد اكيد طبعا ان شاء الله بس هم بس يركزوا معانا وفي الحاجات اللي بندها لكم دلوقتي ما تتركش لاي حاجة دلوقتي انا عارف ان الاحصى انت وراكو حملة قيل في بقية المواد احنا بنحاول نبسط لكم الدنيا اهو في الاحصى نساعدكم بقدر الامكان والكلام ده هيتعاد تاني هتلاقوا الاسبوع ده والاسبوع الجاي بيتعاد الحلقة اللي فاتت كمان في الاحصى تكرارك ان انت قاعد تبص عليها هتثبت قدامك الحاجات دلغاية في المراجعات ان شاء الله كده التوقعات اللي هنقولها لكم ان شاء الله بإذن الله هو ده اللي هتلاقيه في الامتحان بإذن الله ربنا يكرمكم يا رب كده ويوفقكم وشد حكم طيب ده ده اللي احنا قلناها مستر ماير فين في الباب الرابع اسمه باب الارتباط باب الخامس بقى اسمه باب الانحدار الانحدار برضو بدون بدون لف ودوران كده كتير هو الموضوع قبسط مما تدخيل عبارة عن قوانين انا اكون بقدر الامكان فاهمها وحفظها للأسف يعني انا بقولك كده وبحطها وبعوض بها هو بيطلب مني دائما معادلة انحدار صد على سين او معادلة انحدار سين على صد معادلة معادلة بتبقى دلة خطية ما بين سين وصد اه في حاجة اسمها معادلة انحدار صد على سين هو هيطلب مني في المسألة توجد معادلة انحدار على سين او معادلة انحدار سين على صد عشان اجيب دي او اجيب دي يلزمني جدوى البرسون يلزمني جدوى البرسون بيرسون اللي قلناه في الباب الرابعة من شوية اللي هو خمس خنات اللي قم انتو بتقولوا ما هو ها قول يلا سين ساد سين تربية ساد تربية سين في ساد يبقى الانحدار حتى لو ما طلبش مني بيرسون ها في الانحدار لازم اعمل له جدول برسل عشان انا بستخدم القيم اللي بتطلع في الاخر اللي هي مجسين ومجسات ومجسين تربيه ومجسات تربيه حتى في قوانين الانحدار ازاي يعني بص المسألة اللي قدامي دي بيقول ليه من بيانات الجدول الاتي سين ودي صاد اوجد معادلة خط انحدار ساد على سين بص مش بقولك يا ايه ما يطلب مني حاجة اسمها معادلة انحدار صاد على سين او معادلة انحدار سين على زاد وبيقولك ايه ثم قدر قيمة صاد عندما سين باربعة لا تاني بصوا يا ولاد هنا الانحدار عبارة عن شوات القوانين اللي قدامك دول اهو يا اما يطلب مني معادلة انحدار اهو صاد على سين معادلة انحدار صاد على سين او معادلة انحدار سين على صاد لو طلب معادلة انحدار صاد على سين هقوله بفرض ان المعادلة صاد بتساوي الف سين زائد بيه هي دي المعادلة معادلة فيها سين وصاد الالف والبيه دول ثوابت اجيبهم بالقوانين دي الف لها قانون وبيه لها قانون الف قانونها ايه نون مجسين صاد ناقص مجسين مجسات على نون مجسين تربية ناقص مجسين الكل تربية ايه ها لمحين حاجة الله عليكم صح يا لما احقول ده بسط ده بسط بيرسون وبرسون كان فيه جزرين جزر للسينات وجزر السادات انا باخد السينات من غير جزر ممم وبه بجيبها ازاي مجسات ناقص الف مجسين على نون بعد ما اجيب الف بعوض بقى هنا يعني بجيب الف وبه بالقانونين دول بعد ما بجيب كمية الف واجيب كمية به اشيل الف وحط كمية اشيل به وحط كمية هي دي المعادلة يبقى معادلة انحضار صاد على سين اهايه الف سين زائد به الالف بجيبها من القانون ده والبيه بجيبها من القانون ده ومجسين ومجسات بجيبهم منين من جدول بيرسون يبقى عشان اجيب الانحضار لازم اعمل بيرسون اللي هو خمس خنات بجيب الف واجيب به وعوض هنا وهنا طب حالو طب لو عاوز معادلة انحضار سين على صاد. هقول له المعادلة هي ايه? سين بتساوي جيم صاد زي الدال. سواب التانية غير الف وبه. يبقى الف وبه مع صاد على سين. ها? جيم ودال سين على صاد. الجيم بجيبها من قانون. الدال بجيبها من قانون. الجيم بست برسن اوه. هنا بقى نون مجلسات تربيه. انا اسمه الجلسات الكل تربيه. عصادات. وبعد ما اجيب الجيم هستخدمها هنا عشان اجيب الدال. جبت الجيم. جبت الدال اعوض هنا وعوض هنا. الالف دي يا ولاد. الالف دي. تسمى معامل انحضار صاد على سين. ها? الجيم دي تسمى معامل انحضار سين على صاد. لأ تاني. تاني. اقول تاني. هو زما اتفقنا المسألة هيطلب مني. يا اما معادلة انحضار صاد على سين. يا اما معادلة انحضار سين على صاد. مم. لو طلب معادلة على سين قوانينها. هكتب كل القوانين دي. هقول له بفرض ان المعادلة بتساوي. صاد بتساوي الف سين زائد به. وهجيب له الف بالقانون ده وبه بالقانون ده. وعوض هنا وهنا. خلصة المسألة. مم. لكن لو طلب معامل انحضار صاد على سين. بجيب له الف بس. القانون ده وبس. تاني. في فرق. لو طلب معادلة معادلة انحضار صاد على سين. هكتب القانونين دول واجيب المعادلة. لكن لو طلب معامل انحضار صاد على سين. القانون ده وبس. بيطلع على الرقم اللي هو يطلع عندي. لو طلب معادلة انحضار سين على صاد. هكتب القوانين دي كلها طبعا بعد الجدول تعويض مباشر لكن لو طلب معامل انحضار سين على صاد اهو القانون ده اللي هو جيه تعال نرجع للمسألة لان انا عندي فيه علاقة ما بين معامل انحضار صاد على سين ومعامل انحضار سين على صاد الف وجيم وفيه علاقة ما بين الف وجيم وريه ريه اللي هو معامل الارتباط هنشوفها كمان شوية بس خلينا الاول في المسألة بتاعتنا هنا بيقول لي من بيانات الجدوليه القاتي اوجد معادلة خط انحضار صاد على سين ثم قدر صاد عندما سين يعني بجيب المعادلة زي ما قلتلكم من شوية الاول وبعدين اه اعود عن السين باربعة طلع قيمة صاد مين هيقول معادلة انحضار صاد على سين يبقى لازم اعمل جدول بيرسون اللي هو كام قولهم خمس خنات كتبنا البيانات دي الاول اتناشرة عشرة اربعتاشر حداشر اتناشر تسعة تمنتاشر سبعتاشر تلاتة وعشرين تسعتاشر عشرين خمستاشر اه اعمل جدول بيرسون اللي هو خمس خنات يلا يا سيدي سين صاد سين تربيع صاد تربيع سين فصاد ميني البيانات بقى كده عندك هنا اتناشر قولنا عشرة اربعتاشر حداشر اتناشر تسعة اكتب السادات تمنتاشر سبعتاشر اه تلاتة وعشرين تسعتاشر عشرين خمستاشر ربع السين وربع الساد املأ الجدول زي ما قولنا من شوية املأ اتناشر مية اربعة واربعين اه مية اربعتاشر يعني تين ستة وخمسين مية واحد وعشرين مية اربعة واربعين واحد وتمانين ربع الساد ربع الساد اتناشرzwischen بقى تلتمية اربعة وعشرين اه تلتمية اربعة وعشرين ربع السبعتاشر مية تسعة وتمانين ربع تلاتة وعشرين طبعا تبعا كل دا بالقklärة يا ولاد خمسمية خمسمية تسعة وعشرين اكتبالوا نتج الجمع تلتمية واحد وستين اه مية اربعمية باتين خمسة وعشرين وبجمع القيم دي وبجمع القيم دي وبجمع القيم دي زي ما قلنا واضرب دفدة واضرب السين فساد اضرب 170 اضرب كده طلع الارقام هنا يطلع 68 هنا يطلع 112 هنا 786 هنا يطلع 2128 هنا يطلع 1229 ده اللي هو مجسين مجسات مجسين تربيع مجسات تربيع مجسين فساد خلاص جمنا جدوى البرسون يا ولاد احنا قلنا ايه هو عاوز معادلة انحضار ساد على سين يبقى هقوله بفرض ان المعادلة هي ساد بتساوي الف سين زائد به علينا ايجاد الف تفقنا قانون الف نون مجسين ساد ناقص مجسين مجسات على نون مجسين تربيع ناقص مجسين الكل تربيع عوض بكل القيم اللي عندك دي هيطلع الالف ده تقريبا ربعمية تمانية وسبعين معلش انا اسف عشان الوقت خلص به اجيب به كمان به قانون به بتساوي مج مجسين مجسات ناقص الف مجسين على نون مجسات اللي هو مية واتناشر ناقص الالف اللي هو طلع ده اهو في مجسين تمانية وستين على نون اللي هي بتساوي ستة يطلع الناتج واحد تسعة واحد سبعة جبت الف وجبت بيه اعوض هنا شيل الالف وشيل البيه وحط القيمتين دول يعني هقوله اذا المعادلة المعادلة هي صاد بتساوي واحد ربعمية تمانية وسبعين مضروبة في سين زائد البيه واحد تسعمية وسبعتاشر هي دي المعادلة ياولاد فاضل حاجة اخيرة معلشي قال لي ايه كمان ثم وجد قيمة صاد عندما سين باربعة هي بقى اقوله عندما سين بتساوي اربعة اعوض بقى تطلع الصاد واحد ربعمية تمانية وسبعين فاربعة شيل السين وحط اربعة زائد واحد تسعمية وسبعتاشر وجب دي بالآلة يطلع عندي الايه عندي ده اللي بنقول عليه معادلة انحضار صاد على ايه لو طلب سين على صاد في القوانين التانية ماشي يعني عزاء الطلبة طبعا احنا بقدر الامكان قدرنا نعرض اكبر قدر ممكن من الافكار في اللي هو الانحضار لكن فيه نقطة مهمة جدا في الانحضار انها فيه ابو الصلاة ان ريه تربيع اللي هو مربع معامل ارتباط بيرسون بيساوي هنا طبعا انا ما قلت هنا معادلة خط انحضار صاد على سين فكت بقول ان الف هي عبارة عن معامل سين ومعادلة خط انحضار سين على صاد فكت بقول ان جيم معامل ايه صاد يبقى في الحالة دي ريه تربيع بتساوي الف في جيم يبقى معامل مربع مربع بيرسون اللي هو ريض بيساوي الف في جيم لو عايز اجيب هنا طبعا لو عرفت الف و ريه ممكن اجيب جيم وطبعا في حلقات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته